السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازيكم يا حبيب قلبي عاملين ايه يا ربي تكونوا بخير يا رب حبيب قلبي رسالة النهاردة ليكم رسالة النهاردة بتقول انك شاي الحمل فوق طقتك شاي الحمل فوق طقتك انت مش قادر انك تتحمل الحمل ده ولكن ربنا ما بيجديش لانسان حمل الا اذا كان عارف انه قده وانه باذن الله هيقدر عليه وانت شخص قوي فيك قوة الاسود ما شاء الله عليك يعني فيكم قوة ولكن مخفية عندك يمكن وعي كبير لكن مش قادر تكتشف قوتك انت عايش الحياة ببساطة ما بتحبش انك تقارن بين ده وبين ده او انك تبص الحاجة غيرك او انك تقول انا عايز ده او انا عايز ده عايش امورك كلها ببساطة ولكن الحملة تقيل عليك صدقني انت قده انت قده الحملة ده وانت قادر انك تكمل وترجع زي الاول واحسن وتكون افضل من كده بكتير لان عوض ربنا لما بيجي بيجي بمعجزة انت ربنا هيعودك وهيعود قلبك لانك قادر تستحمل للبعض منكم قادر يستحمل السجن اللي هو فيه قادر يستحمل الربطة والتقييد اللي هو فيه وللبعض منكم بيحلم حلم حلم جميل نفسه انه يمشي مع الطيار زي ما الريح يوديه يمشي معاه عايش كل اموره ببساطة واللي منكم بيحلم بشخص يكون رومانسي في حياته واللي منكم بيحلم بشخص يعمله كويس واللي منكم بيحلم انه يعيش حياة زي حياة الاطفال بريئة لانك انت بريئ من جوه واللي منكم بيحلم يعيش في مغامرة ويبعد عن العالم كله ويعيش لوحده بين الجبال او بين الاشجار فيه ناس بتفكر منكم كده واللي منكم متوتر ما بيسمعش لصوت قلبه ولا صوته الداخلي الحدث خليكم ركزين على الحدث الفترة دي حلمك هيتحق ربنا بيعوض الانقياء عوض بيصير معجزة في حياتهم بيعوض عباده المخلصين بحب بيعوضهم بأمل بيعوضهم برزق باطفال زي ما انت عايز ربنا هيعوضك صدقوني في حد منكم بإذن واحد أحد في عوض لي جيله قريبا جدا البعض منكم في عوض ليهم ولكن في أرقام بتتكرر زي رقم سبعة أو تمانية رقم ستة إنما فيه للبعض هنا مش هيكمل ثلاثة أيام فيه عوض من ربنا بإذن الله بإذن الله في عوض ليه لأنك بتدعي بقى لك فترة الدعاء هيتحق واللي أنت بتتمنى هيكون وصدقني ما تخافش اللي خلقه ربه مش هينساه فيه عوض من عند ربنا افتح قلبك واستقبل استقبل الطاقة الكونية استقبل الحب الحب الملائكي الحب الكوني الحب الإلهي حب الناس ليك الحب اللي مشروط اللي أنت بتوزعه على عالم كله بقلبك النقي ده استمتع بأجازة أنت واخدها في مكان استمتع بمكان أنت عايش فيه عيش الحياة بحب وضحك بدل ما تعيشها بكآبة وزعل ارجع للبسمة خليها على وشك خد أجازة اعمل أي حاجة تخليك تعيش في حياة حلوة اتجدد ارتاح أنت محتاج راحة وأجازة هتخرج من سجنك صدقني فيه خروج ليك فيه مقارنة أنت هتقارن نفسك بيها دلوقتي وبعد فترة بسيطة هتقول عشتي كانت إزاي وتغيرت إزاي أنا كنت فين وبقت فين وصدقني ربنا هيديك لحاجة معينة بس أنت شخص متصدق بتحب تخرج لله الصدقة والصدقة دي راجع لك أضعاف 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 والله يضاعف لمن يشاء ومن يقرض الله قردا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم سمعوا يا جماعة اللي ما بيتصدقش من اللي بيسمعني يتصدق يتصدق لماله لعياله ليك أنت شخصيا يتصدق علشان توصل لهدفك تتصدق علشان تقرب من ربنا وأصلا لما بتتصدق علشان القرب من الله أنت بيتفتح لك أبواب كتير جدا يعني مثلا لو أنت فرق لما بتتصدق لهدف وفرق لما بتتصدق للقرب من الله علشان تقرب خطوة من ربنا أما الإنسان اللي بتصدق علشان شيء تاني برضو صدقته ماشي وزي الفل ليه؟ لأنك أنت بتتصدق علشان تداوي مريض علشان تحصل على شيء معين لأنه عارف إن ربنا بإذن الله هيجيب لك الشيء ده فإخرج الصدقات وقول يا رب وما تنتظرش الشيء فقط قول يا رب فقط قول يا رب أنا بعتزر على صوتي حبيبي علشان بس أنا عندي برد بقاله كم يوم وأصلا صوتي كان رايح خالص بس الحمد لله فإنتوا حبيبي هنا يجب عليكم أن تتصدقوا ولازم أنكم تطلبوا من ربنا إنه يبعد الماضي عن حياتكم لو أنت شخص عايز تبعد عن الماضي بلاش تحني إليه يبعد عن كل الماضي كله يعني ما تفكرش في أي شيء منه وحاول إنك لو كنت مقتسب خطيئة أو حاجة أنت عملتها أزنابت فيها لرب العالمين فقط استغفر ربك غفور رحيم قول الحمد لله يمكن ربنا بعدك عن شيء أو عن مكان عشان تبعد عن خطيئة معينة أو عن حاجة أنت عملتها خلي بالكم كمان في منكم هنا اتظلم في أشياء كتيرة في حياته علشان كده كان بيمر بتعب ومعاناة في الفترة اللي فاتت دي بس إن شاء الله عوض ربنا جايلك بمعجزة حاول إنك تنعطف إلى داخلك يعني إيه؟ يعني فكر جواك اتكلم مع نفسك وإنت قاعد كده قارن بين نفسك دلوقتي وقارن بين نفسك بعد ما توصل لهدفك حاول إنك تقول أنا هوصل لهدفي اعمل توكيدات إيجابية أنا وصلت لهدفي فلاش تقول أنا هوصل لا قول أنا وصلت أنا حققت هدفي حاول إنك تتأمل الشيء في خيالك في ذهنك وتخلي يعقلك الباطن إنه يكتسب الصورة دي في ذهنك إنك فعلا حققت الشيء ده ليه؟ علشان تقدر توصل للهدف اللي أنت بتسعى إليه وتقدر تكون فيه أقلك الباطن ما هو إلا مرآة لحقيقتك الوقعية اللي أنت بتعيشها حاول إنك تفكر صح أنت بإيدك كل شيء لأنك قريب من ربنا ربنا لما العبد بيقرب منه العبد بيقول للشيء كن ربك بيخليه يكون كن ربانيا تقول للشيء كن فيكون سبحان الله ده بأمر ربنا طبعا مش بإيدك يعني هو ربنا اللي بيخليك تعمل الشيء ده عارف يعني إيه ربانيا يعني بتتعبت كتير بتعمل أوراق كتير بتسبح كتير وريب من ربنا بقلبك ما بتشيلش حقد لحد ما بتشيلش حسد لحد كل الناس بتتمنى لها الخير بتحب من قلبك الكبير والصغير والأطفال والحيوانات والطيور كل حاجة في حياتك بتكون عبارة عن بساطة عايش الأمور ببساطة مش عايزك تتحول يعني أنت مش عايزينك تتحول عايزينك تمشي زي ما أنت نقي وبريء حاول لو فيه تعب في البيت أو عندك أم أو أب أنت عايش معهم حاول إنك تبرهم برهم ولا تقول لهم أفا ولا تنهرهما وقول لهم قولا كريما يعني حاول إنك تبر الأم أو الأب اللي عندك ولو حتى إنت ما عندكش أم أو أب وخالك اللي مربيك عمك اللي مربيك أي حد كبير في السنة عندك حاول إنك تبره لعله خير لك في خروج إنسان أناني من حياتكم على فكرة في تحول قادم لحياتكم وتغيير شامل تغيير كبير في خروج إنسان وحش من حياتكم إنسان صعب صعب يمكن التعامل معه فقط امتنل أي شيء ربنا يجبه لك في الأيام اللي جاية وتوكل على الله في كل شيء فإن ربنا بيرسم لك القدر الصحيح قول يا رب وتوكل على الله ولو أنت تمنيت الشيء هتلاقيه صدقونا عندكم دهو مستجاب اتمنى الخير علشان تجدوا ادعي بالخير وقول يا رب دايما نقول لا حول ولا قوة إلا بالله فهي رسالة لك الرسالة دي قرارك كتير قوي يا جماعة في كذا فيديو الحوقلة خليكم في الحوقلة الفترة دي يا جماعة لأنها تخرجكم من شيء صعب وهتخرج بإذن الله من حولك وقوتك إلى حول الله وقوتك استعن بالله وقول يا رب أنا خلصت الرسالة حبيب قلبي ربكم فتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر